بش مهندس لما نتحدث عن حوادث الطرق بشكل عام هذه اللحظات اللي بتكون يعني الشخص غير مهيئ لها ومش مجهز حاله ما عنده التجربة أو الخبرة أو حتى المعلومة نتحدث بداية إذا بتسمح عن أنواع التأمينات هناك التأمين الشامل وهناك التأمين ضد الغير عند حدوث هذا الحادث الطريق شو لازم الشخص يعرف بلحظتها هل نتحدث مع التحقيق المروري فتح كروكا هيك تاخدنا أكثر بالتفاصيل ستنا بداية بدي أحكي شو هو الحادث المروري تعرفي عنا قانون السير رقم 49 لل2008 وفي نظام التأمين الألزامي هدولا بحددوا شو حادث المروري الحادث المروري هو كل واقعة تسببت فيها مركبة أو أكثر من مركبة في عمل أضرار مادية وجسدية هاي تسمى الحادث المروري بالحادث المروري فيه مسبب للحادث وفيه متضرر من الحادث اللي بيقرر الأضرار والمسبب والمخالف اللي عملت اللي هو رقباء السير أو التحقيق المروري لما يطلب نعم هلأ اللي بيصير إنه لو صار حادث مروري أنا اللي من طرفي أنا ليس خبير بالتأمين لكني خبير بالسلام المروري الشخص أول شي إنه يتصل بي 9-1-1 عساس ييجي رقباء السير أو مندوب الحوادث ليعمل لكروكا نعم وإذا كان الحادث بسيط كتير ما فيه أضرار من مرة أنا بنظر إنه يتفاهم مع بعض وتنحل سلميا أما إذا فيه حوادث فيها إصابات بشرية أو إصابات للمركبة نعم بنظري إنه يتصل بـ 9-1-1 ييجي نعم الخبير المروري بيقدر شو يعمل هلأ بالنسبة للتأمينات نعم فيه زي ما حكينا فيه التأمين الإلزامي اللي بسموه ضد الغير نعم فيه التأمين الشامل وفيه تأمين نص شامل نعم هلأ التأمين الإلزامي كل مركبة بقانون السير رقم 49 بال2008 يجب أن تكون مؤمنة على الطريق أم إلزامي هلأ بالنسبة للشامل هذا اختياري الشخص بده يؤمن شامل اختياره يؤمن شامل لأنه تكلفة التأمين الشامل أعلى كتير من ضد الغير نعم اللي بيصير ضد الغير إنه شركة التأمين بتعوط أو بتصلح السيارة اللي أنت ضربتها أما سيارة نفسها سيارتك أنت بدك تضطري صلحيها نعم بيغطي التأمين الإلزامي بيغطي حوالي 7500 دينار لكل شخص تطبيب يعني للمستشفيات 7500 لكل شخص حتى سائق السيارة اللي مسبب للحادث والسائقين والمركبة الأخرى هذا بيه الإلزامي نعم بيغطي الإصابات بالسيارة طيب ونيجي نخلي أنا نيجي عليهم دول والتاني اللي هو هلأ الشامل الشامل بيغطي كل شيء الشامل بيغطي الإصابات البشرية والإصابات الجسدية وإصابات السيارة نفسها بالتصليح زي ما حكيت لك الشامل دائما أعلى لأنه بيقرروا حسب نوعية السيارة سنت الصنع شو المطلوب نعم وقازم أنا بحكي دائما أنه ينتبه الشخص لما يوقع عقد التأمين يدرس عقد التأمين هاي المشكلة فيه أمور يعني ما بتشوفيها بعقد التأمين يجب على كل سائق أو بده يؤمن مع شركة التأمين يدرس البوليسة مضبوط نعم قبل ما يوقع عليها زي شو أمور نستفيد من خبرتك يعني احنا صراحة طرحنا هذا الموضوع لأنه بالفعل لما يصير الموقف منكون مش مجهزين حالنا ولا عندنا المعلومة الكافية صح هلأ أول شيء لما اللي بيصير بالحادث خلني أحكي بيجي مراقب السير أو مندوب الحوادث بيقرر مين مسبب ومين المتضرر وبحط شو المخالفة خلني أحكي بجوز تتابعه قريب ضرب السيارة أمامه ضربت السيارة أول شيء لازم يدفع المسبب للحادث كروكي فتح كروكي هاي تروح للأمن العام خمس زنانيق بعدين بيعمل الكروكي التحقيق بالحادث وتخيل إنه عنا حلو إنه صارت إلكترونية يعني بتروح دغري لشركة التأمين الحادث نفسه هلا ما تروح شركة التأمين فيه دفع وهاي ما حدا يكتير بيعرفها إنه فيه جزء لازم تدفعيه اللي هو بيكون ما بين خمسين دينار ميت دينار أو مية وعشرين دينار هذا مكتوب ببوليسة التأمين ما بينك وبينه هلا إذا هذا أول حادث إلك جزء تدفع خمسين دينار ثاني حادث ترتفع هذا في حال أنا تسببت بالحادث ولا بكل الأحوال بكل الأحوال هذا لما تروحي على شركة التأمين فبديك تتعامل مع شركة التأمين مباشرة وبتم إصلاح السيارة حسب الإجراءات هذا بالضدغ الشامل كاملا بيصلحوا له هلا مصر طب بس بدي أتوقف على موضوع دفع هذه المبالغ إحنا دافعين مبلغ كامل للتأمين على مدار السنة ليش هذه المبالغ المقتطعة كبداية أول حادث أو تاني حادث لا سمح الله هاي بسموها نسبة تحمل لكل شخص إنه نسبة تحمل على المركبة يعني إذا عملت أول حادث النسبة بتقل تاني حادث بتزيد يعني أحساسي يخففوا إنه الناس يتخفف من حوادث إنه آه هاي هي الفكرة من وراء طيب هلا في تأمين نص الشامل شو بيغطي يا ستة نص الشامل يعني هو غير مدرج كتير لكنه هذا بيغطي الأضرار الجسدي الجسمية للسيارة لكن إذا تم شط بالسيارة كامل يعني السيارة توتال لوس التأمين بيغطيها أما ما بيصلح السيارة هاي هاي الفرق ما بين نص شامل والتأمين الشامل طيب برشوهندس دي أسألك على الحوادث اللي بتكون ضد مجهول يعني مثلا أنا ما نقف صار معي طلعت لقيت السيارة فيها ضربة شو التصرف الصحيح؟ هل هو التحدث مع التحقيق المروري الرجوع للكاميرات شو لازم يجب؟ أهم شي هلا إذا الشخص عنده تأمين إلزامي ضد الغير شركة التأمين ما بتتعرف على المجهول نعم أما إذا عنده شامل يعمل تحقيق يطلب الإدارة السير أو هذا يعمل تحقيق بتوديها لشركة تأمين هلأ شركة تأمين مش رح تدفع لك كامل أضرار أوكي في شبهات شركة تأمين حتى لو شامل لو شامل تدفع خمسين بالمئة وفي بعض الشركات تدفع خمسة بالمئة وهي ترجع للعلاقة ما بين صاحب المركبة وشركة تأمين بس الشامل بتغطي أجزاء أما الإلزامي ما بتغطي طيب في حال وجود الأضرار البشرية يعني لا سماح الله وفاة أو لا سماح الله بيكون في عنا إصابة بالحادث شو بيكون دور شركة التأمين شركة تأمين زي ما حكيت سابقاً إنه تدفع لتطبيب للإصابات البليغة سبع تلاف خمسين دينار لكل شخص داخل المركبة وعشرين ألف دينار لورثة المتوفي لكل شخص بالسيارة نعم عشرين ألف وسبع تلاف خمسين دينار تدفع لعملية شغلات زي هي هاي شركة تأمين عليها تغطيها طيب هلأ لو نيجي لشركات التأمين والكوارث الطبيعية يعني آخر فترة بالتلجة كثير سيارات وقع عليهم شجر كثير سيارات وقع عليهم أحمود الكهرباء كان عن جد فيه أضرار صح فشو كان مفروض كل تأمين يغطي يا سيتي التأمين الإلزامي الكوارث الطبيعية ما بتغطيها أبدا نعم تأمين الشامل بتغطيها هلأ فيه لغط يعني ما بين شو الكوارث الطبيعية أنا بنظرك يعني هل الزلزال هو الكوارث الطبيعية ولا سيول الكوارث الطبيعية لكن اللي فهمته آخر مرة من اللي صار إنه شركات تأمين ما غطت على حسب علمي الكوارث الطبيعية لأصحاب التأمين الإلزامي كونه صار فيه سيول وتلوج وشغلات زهيرة في حالة المنخفط الجوي الثلجي ما كان فيه تغطية انتم مات ما غطت حتى الشامل لا الشامل تغطى الشامل تغطى بحكي على الإلزامي ولأكثريت الناس عندهم إلزامي لأنه كلفة التأمين الإلزامي قليلة ومش كل واحد بيقدر يأمن شامل بتوصل التأمينات الشامل ألف و ألف و مئتين دينار على السيارة حسب نورة السيارة حسب سنت الصنوع فهاي مبالغ عالية تدفعين يعني بش مهندس لما نحكي عن حوادث الطرق هي جائحة بحد ذاتها يعني كيف خايفين من الكورونا المفروض نخاف من حوادث الطرق فبهمني أعرف منك هذه الحوادث عالميا منتشرت بعض بنسبة كبيرة بالأردن أيضا أسبوع الماضي لحاله كان فيه عنا أربع خمس وفايات بالفعل قتل هدول على الطريق فتعليقك على هذه الجائحة بالفعل الحوادث المليون هي جائحة مليون و تلتمية و خمسين ألف وفاة سنويا بالعالم نعم تخيلي مية و خمسين مليون إصابة يعني عم تحكي أكتر من جائحة كورونا جائحة كورونا إن شاء الله رح تنتهي أما الإصابات و الوفيات الناجمين على الحوادث هاي مستمرة فبحاجة لا شك لا تضافر جميع الجهود للحد من هاي الجائحة و إحنا بالجمعية الأردنية القائمة نحواته قائمين على موضوع السلام المرورية يجب علينا رفع مستوى السلام المرورية بالأردن المستوى عندنا منخفض يعني الحمد لله نزلت الوفيات بالعام الماضي من كانت خمسمية واحد سبعين صارت أربعمية واحد تسعين لكن هاي كانت من خلال جائحة كورونا قلت التحرق حركة المشاوة التنقل خفت لكن بحاجة لا تضافر جميع الجهود بهاي الجائحة الجمعية قائمة على التوعية المرورية نعم والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بموضوع الهندسة و مع الجهات الحكومية الأمن العام لتغريض العقوبات نعم نعم بالجمعية من طالب دائما و رح أطالب فيه و عم بطالب فيه موضوع المجلس الأعلى للسلام على الطرق يجب أن يكون هناك مجلس متخصص برئاسة رئيس الوزراء و بعضوية الوزراء المعنيين وزير الأشغال وزير عمان وزير البلديات كل المعنيين أنه يحطوا النقاط للتنسيق للمتابعة على موضوع السلام المهم نعم نعم و أنا من خلالكم دائما بطالب السائق بالتقيد بموضوع الحزام الأمان حزام الأمان بحد من الإصابة حزام الأمان و عنا مشكلة جديدة هو كمان انشغالنا على الهواتف أتوقع هاي من أحد الأسباب اللي عم بتكون جديدة معطيات جديدة لازم نتعامل معها ستنا هذا إدمان الهاتف النقال يجب على السائق عدم استخدام الهاتف النقال باليد هلأ بيقدر يستخدم البلوتوث يحكي فيه أما باليد ويبعث رسائل هاي مشكلة وتعرف إنه إذا الشخص بيبعث رسالة ثلاث ثواني وعلى سرعة ستين بيكون قاطع مئة وخمسين متر بدون شايفش قدامه لأنه إنتي حاسة اللمس حاسة النظر وحاسة السماء رايحين كلها فبطلب منهم عدم استخدام الهاتف النقال من خلال منبركم من خلال رؤية إنه ما يستخدموا يحطوا حزام الأمان ويتقيدوا بقواعد أولويان فيه شغلة إذا سمحتوا لحكيها عم بشوف فيه تصرفات غريبة لسائقيننا بعمان جديدة اللي هي عدم استخدام الغماز مش عم بيستخدموا الغماز لاش مال ولا ايمين هذا تنبؤ للسواء الورى هو يتنبؤ بطلب منهم كمان موجودنا معاكوا إنه يستخدموا الغماز وتأكيداً لموضوع استخدام الهاتف هو يعادل وكأنك أنت تقوم بقيادة المركبة تحت تأثير الكحول يعني بالفعل هو أمر خطير جداً تأثير عن بشاهدها كثير أنا مستغرب هذه ظاهرة جديدة صارت عند السائقين شكراً إليك مهندس وفائي مسيس رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث أطرق شكراً يعطيك العافي نورتنا شكراً لحضوركم معنا